بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى كنا أعتقد نتكلم في الحلقة الأخيرة عن أمور أخبر الله سبحانه وتعالى عنها تتعلق بأشخاص أو تتعلق بأمم أو تتعلق بأمور كونية ووقعت هذه الأمور التي أخبر الله عنها فيما بعد تماما كما قد أخبر وقلنا إن الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها ووقعت في العصور الغابرة لن نتناولها بالحديث لأن العلماء لفتوا النظر آنذاك إليها ونحن لا نريد أن نكرر كلاما قيل بالأمس وإنما نريد كما عرفنا أن نتحدث عن الجديد في هذا العصر من الإعجاز القرآني هناك أمور أخبر الله عز وجل عنها وبقيت الأزمنة والقرون حبلا بها ثم إنها ظهرت في هذا العصر هذا هو الذي نريد أن نتناوله وهذا هو الذي نريد أن نقف عنده يعني نحن نعلم أن الأمور التي ذكرها الله عز وجل الأمور المستقبلية التي أخبر عنها والتي وقعت بعد أن أخبر عنها بقرن أو أقل أو أكثر هذه أمور ولدت ولدت وظهرت وتحدث العلماء عنها في كتبهم وبحوثهم إذن لا داعي إلى أن نعيد الحديث عنها لكن هناك أمور ولدتها الزمن في هذا العصر وننظر فنجد أنها جاءت طبقا لما قد قال الله سبحانه وتعالى وذكرنا طائفة من الأمثلة في الحلقة الماضية ووعدنا أن نستزيد نطرح مزيدا من الأمثلة لهذا النوع من الإعجاز الذي يفض به كتاب الله سبحانه وتعالى أعتقد أن آخر مثال كنا بصدد بيانه قول الله سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقول الله سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذا المعنى ذاته بأسلوب من التحدي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت هذا إخبار من الله عز وجل عن قانون علمي يتلخص في أن الإنسان لا يستطيع مهما تقدم في العلوم والاكتشافات والعلوم الطبية وإكتشاف العلاجات والأدوية المتنوعة لا يستطيع أن يحرر نفسه من غائلة الموت لا يمكن طيب أنا أيها السادة والسيدات أفترض معكم تعالوا نفترض أن زيدا من الناس هو الذي ألف القرآن أيًا كان قبل أربعة عشر أو خمسة عشر قرنا هل يملك أن يسوق الكون الآتي الأجيال المقبلة كما يشاء وأن يدلي بقرارات علمية يخضع الأجيال لقراره وحكمه كما يريد لا يستطيع أي من الناس أن يفعل ذلك ذلك لأن هذا الذي ألف القرآن من البشر يعلم أن العلوم تتقدم وأن ما يعجز عنه الإنسان اليوم قد لا يعجز عنه غدا وأن ما يجهله الإنسان اليوم قد يعرفه غدا وهو يرى أن الإنسان تحرر عن كثير من مظاهر الضعف تحرر عن كثير من مظاهر الجهل لعله يتحرر غدا من الموت أيضا ما أدره الإنسان لا يعلم ومن ثم لا يستطيع أن يقول بشر مثلنا إن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا يمكن أن يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقول وهو يخاطب الأجيال الآتي كلها أينما تكون يدرككم الموت ما أدراني الطب يتقدم والأدوية والعلاجات أيضا تتكاثر وتتطور وتتقدم إذن الذي يقول هذا الكلام بقرار راسخ من هو الذي خلق الموت والحياة هو الذي يملك أن يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هو الذي يملك أن يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم ننظر فننظر إلى الأجيال المتصرمة إلى العصور التي جاءت بعد هذا التحدي الرباني للبشر فنجد أن الأجيال كلها جاءت تخضع لقرار الله عز وجل هذا إلى يومنا هذا تقدم الطب تقدمت الأدوية والعلاجات وتقدمت العمليات الجراحية وتقدمت الأجهزة الكثيرة فيها ولا يزال الإنسان واجماً أمام الموت ولا يزال الإنسان ويموت بالطريقة التي تموت بها أصغر بعوضة في الكون هذا يدل على أننا أمام ظاهرة تقطع وتجزم بأن الذي يقول هذا الكلام ليس بشرا لأن البشر لا يملك أن يدلي بهذا القرار على مسؤوليته وأن يخترق بقراره هذا الأجيال جيلا إثر جيلا إثر جيلا إلى قيام الساعة من؟ لا أحد يملك هذا الكلام أنا لا أشك أيها الإخوة أن هؤلاء العلماء الذين تفيضوا بهم رحاب الأرض اليوم الذين يكتشفون كل يوم اكتشافات جديدة ويقدموا لنا إبداعات علمية جديدة ويطرحون أمامنا أجهزة تأخذ الألباب وتحير العقول هؤلاء الذين يطمعون ويطمحون إلى أن يتجاوزوا الأرض إلى الأفلاك وأن يوجه مطامعهم لإقامة أوطان لهم في القمار وفي المريخ وفي غير ذلك هؤلاء إلى الآن يموت الواحد منهم كما تموت صرد ذبابي وأنا أعلم أن هؤلاء الناس لو أيقنوا أو غلب على ظنهم أنهم إذا ضحوا بعلومهم كلها ورجعوا إلى العصور التي كان الإنسان فيها جاهلا يعيش حياة البيداء والصحراء لكنه يستطيع أن يتخلص من عادية الموت إذن لنفض هؤلاء العلماء أيديهم من هذه العلوم كلها واستغنوا عن هذه الاكتشافات جميعها في سبيل أن يهنؤوا بأن يتحرروا من الموت لكنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا إذن وتوجهوا بأفكارهم إلى هذه الاكتشافات يتسلون بها كيف وما تحليل هذه الظاهرة العلوم تقفز قفزا في كل الجوانب بهم وتمكنهم من ممارسات غريبة وعجيبة إلا قضية الموت فلا يزالون يقفون من الموت كما يقف الإنسان الأول الأول القديم القديم الذي كان يخب في ظلمات الجهل هذه ظاهرة من الظواهر الجديدة في إعجاز القرآن التي تبين هذه الظاهرة تبين أن هذا القرآن ليس كلام بشر طيب تعالوا إلى مثال آخر في هذا المجال ذاته القرآن يقول عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا يقيم إلا قليلا هذا الكلام أيضا مغموس بالتحدي طبعا هذا الكلام ليس خطابا للمسلمين أو الناس في عصر رسول الله فقط هو خطاب للأجيال كلها إلى قيام الساعة القرآن يقول لهم جميعا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا تسألوا عن هذا الأمر أمر لا قبل لكم بفهمه وما أتيتم من العلم إلا قليلا لا تطمعوا أن تعرفوا حقيقة الروح ومن أنتم أنتم لم تعرفوا شيئا من أمور الكون ما أتيتم من العلم إلا قليلا هذا تحدي طيب أنا مرة أخرى أسأل نفسي وأسألكم أيها السادة والسيدات هل يتأتى لرجل من الناس مثلنا أن يقول وهو يخاطب الأجيال كلها على اختلاف مستوياتها إلى قيام الساعة هل يتأتى أن يقول لهم جميعا لن تعلموا حقيقة الروح الروح أمر خفي عنكم وما هي العلوم التي تتباهون بها أنتم لا تعرفون شيئا لذلك لا تطمعوا أن تعرفوا حقيقة الروح زيد من الناس يملك أن يقول هذا للأجهال الآتي إلى قيام الساعة لا لا يمكن لأنني أنا وأنا واحد من الناس أفترض أن العلوم التي تتطور والأجهزة التي تتكاثر كل ذلك سيكون عونا للإنسان أن يدرك حقيقة الروح التي كانت خفية عنه بالأمس قياسا على أشياء كثيرة كان يجهلها ثم عرفها ما أكثر الأمور التي كانت مجهولة عندها الأثير كان مجهولا أمور كثيرة الوسيط الساكن في المادة كان مجهولا ثم إن الإنسان عرف كثيرا من هذه الأمور نسبية الزمن عرفها الإنسان إذن لعله سيعرف الروح أيضا وهو الروح عبارة عن جزء من كيان الإنسان لذلك لا يجرؤ الإنسان أن يدلي بقراره للأجيال الآتية إلى قيام الساعة يقول لهم أنتم جميعا لن تصلوا إلى معرفة حقيقة الروح لكن خالق الروح يملك أن يقول هذا خالق البشر خالق العقل يملك أن يقول هذا لا سيما ونحن ننظر إلى واقع العصور فنجدها تسجد لهذا الكلام الرباني قلت لكم قبل قليل إن الأزمنة حبلها حبلها فيما مضى الإنسان لا يعلم ما الذي ستضعه هذه الأزمنة من مكنوناتها ومن خفاياها لا نعلم لكن كلما امتد الزمان كلما تطاول الدهر نزداده يقينا بمصداقية كلام الله عز وجل مر الجيل الأول لم يستطع الناس أن يعرفوا حقيقة الروح مر الجيل الثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع وهكذا إلى يومنا هذا والناس جاهلون بحقيقة الروح طيب لو أن الإنسان تأتى له أن يعلم العالم لا سيما وقد شاء الله عز وجل أن ينطق العلماء في هذا العصر بما يعبر عن إعجاز هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى شاء الله سبحانه وتعالى ذلك وإن لم يكونوا يعرفون أنهم قد وقعوا من حيث لا يدرون على أن هذا الكلام كلام الله وليس كلام بشر في عام تسعة وخمسة عقد مؤتمر في نيويورك جمع أقطاب علماء الحياة الحيوانية من الشرق والغرب من الاتحاد السوفيتي ومن البلاد الأوروبية والأمريكية وكان فيهم عالم من أكبر علماء الاتحاد السوفيتي آنذاك اسمه أوبارين وكان طبعا شيوعيا آنذاك في عام تسعة وخمسين بقي هذا المؤتمر قرابة أسبوع الموضوع الذي تداعوا واجتمعوا من أجله هو محاولة الإجابة عن السؤال التالي هل يمكن إيجاد خلية واحدة عن طريق التفاعل الكيميائي؟ هل يمكن إيجاد المواد الآحيني عن طريق التفاعل الكيميائي؟ بحثوا ثم بحثوا ثم إنهم انتهوا إلى القرار التالي لا يستطيع العلم أن يجد الروح ولا الخلية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي والعلم لا علاقة له بالروح يعني العلم يسير في طريق والروح في طريق آخر وكان ممن وقع على هذا الكلام أليكسندر أوبارين طيب هذا الكلام ما هي علاقته بالآية القرآنية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا الذي انتهى إليه أعضاء هذا المؤتمر يسجد لهذا الكلام إذن الزمن أو الأزمن كانت حبلة ثم إنها وضعت مولودها وضعت مولوداً يعترف بأن القرآن ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق البشر أجل هذا يعني شيء جديد أيها الإخوة الآية قديمة لكن كلما تطاول الزمن كلما ازداد ألق الإعجاز في هذا الأمر يعني كلما ازداد ظهور عجز الإنسان عن أن يعرف حقيقة الروح طبعاً العلماء يعرفون آثار الروح الحياة يعني يعرفون النتائج التي تظهر بسبب وجود الروح نحن لا نتكلم عن النتائج نتكلم عن جوهر الروح ما هي هذه الروح التي إذا سرت في كيان الإنسان تسمى بما يسمى الحياة فإذا تقلصت هذه الروح عنه غابت الحياة وتحقق ما نسميه الموت ما هو هذا الشيء؟ هذا ما يعجز عنه البشر جميعاً طيب أزيدكم أمثلة نحن مع القرآن وكلما ازددنا عرضاً للأمثلة ازددنا يقيناً بهذه الحقيقة ودنونا إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى في القرآن آية تصب في المعنى الذاتي مغموسة بأسلوب التحدي يقول فيها الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هل سمعتم وتأملتم في هذا الكلام الإنسان أيها الإخوة وأنا واحد من الناس طموح الإنسان طموح يحب أن يصل إلى كل ما يتأمل الوصول إليه هكذا شأنه يعني يحب أن يستغني عن فقر يحب أن يعرف حقائق الكون يحب أن يدرك مكنون الأشياء يحب إذا أوتيح له أن يشترك مع الله في الخلق في الإيجاد يعني يحب عنده حب أن يصل إلى كل ما لا يستطيع الوصول إليه ولا شك أن الإنسان منذ أن وجده والإنسان منذ أن وجد كرمه الله وجعل له هذه المكونات خادم سخرها له كل فئات الناس لا شك أن العلماء الطامعين والطامحين فيهم طمعوا بأن يعني يوجدوا حياة بأن يخلقوا كائنا حيا طمعوا ولا شك أن فيهم كثيرين حاولوا وبذلوا من الجهود ما جربوا حظوظه في ذلك جاءت الأجيال جيلا إثر جيلا إثر جيلا إثر جيل بأنهم قد وصلوا إلى ما لم تصل إليه الأجيال السابقة من العلوم والمعارف والخوارق العلمية الكونية العجيبة لا شك أن فيهم من يطمع ويطمح إلى أن يجد حياة في مخلوق ربي عز وجل يتحدى منذ أكثر من خمسة عشر قرنا أكثر من أربعة عشر قرنا يقول يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس والخطاب يشمل الكافرين والملاحدة والذين يجعلون أنفسهم شركاء مع الله في الخلق ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه إذا انحطت الذبابة على جسمك واستنقذت منك شيئا لا تستطيع أن تسترجعها لا تستطيع أن تسترجعه منها ضعف الطالب والمطلوب ما أغرب هذا الكلام ضعف الطالب الذي هو الإنسان والمطلوب التي هي الذبابة هل يعني استطاع الزمن أن يحطم هذا التحدي مرة أخرى أقول لكم كانت الأزمنة والأجيال حبلها واليوم وضعت مولودها لتقول لا يا رب لا يستطيع بشر أن يحطم أو أن يخترق هذا التحدي الذي تتحدى به العباد هنا أحب بين قوسين أن أقول لكم شيئا ربنا عز وجل لم يتحدى عباده أن يخترقوا طبقات الفضاء وأن يصلوا إلى القمر أو المريخ أو أكثر من ذلك لم يتحدهم لم يتحدهم أن يسبروا أغوار الأرض وأن يصلوا منها إلى سبع أراضي لم يتحدهم الباري سبحانه وتعالى أن يستنسقوا نعاجا أو بشرا أو غير ذلك لم يتحدهم إنما تحدهم الله عز وجل بهذا أن يوجدوا حياة في كائن هذا ما لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا فلا يقول أن قائل إن عصر الدين قد ولى لأن عصر العلم نسخ الدين ها هم الناس اليوم يملكون ما لم تكن تملكه الأجيال السابقة ولذلك فإن العلم نسخ الدين الباري عز وجل أمرنا بالتعلم ولم ينهن عن التعلم الذي جعل الإنسان يدرك ويتعلم ويسخر الكون هو الله هو الله لكن هناك خط أحمر هذا ما تحدى الله عز وجل به عباده ما هو هذا الخط الأحمر؟ هذا الذي ندرسه الآن طيب تعالوا نستعرض مزيدا من الأمثلة أيها الإخوة ربنا سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن بدء الخليقة لاحظ ما أريد أن أقول عندما حدثنا عن بدء الخليقة خليقة الإنسان وقص علينا قصة آدم وكيف أن الله خلقه من تراب وكيف أن الله أسجد له الملائكة ثم إن الله أنزله من الجنة إلى الأرض ثم إن الله عز وجل أنبأ آدم وذريته أنكم ستعيشون فوق هذه الأرض إلى ردح وإلى مقدار محين من الزمن ثم إنكم تنتقلون إلى الحياة البرزخية فالحياة الآخرة الباري قصة على الناس كيفية وجود هذه الخليقة البشرية وكيف أنها تكاثرت من آدم الذي خلق الله عز وجل منه حواء ما أحد من العرب في عصر رسول الله يعني ناقش في هذا أبدا الصحابة ما ناقشوا رسول الله ما قالوا ما الدليل على أن آدم هو أصل الخليقة التابعون ما ناقشوا الذين جاءوا من بعدهم تابعوا التابعين ما ناقشوا طيب الباري عز وجل يقول في قرآنه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوضا أنا ما اتخذت المضلين الذين يوهمون الناس غير الحقيقة ويدجلون عليهم ويناقشون قراري الذي ذكرته عن خلق آدم ما اتخذتهم يوما ما شركاء ومعينين لي في الخلق طيب يا ربي من هم الذين قالوا هذا الكلام حتى ترد عليهم بهذا الرد الصحابة والمشركون وراءهم ما قالوا شيئا بل أذهنوا والتابعون أيضا أذهنوا هذا الكلام الذي يقوله الله الله عز وجل إنما هو إخبار عن أناس سيأتون فيما مضى في هذا العصر يدعون أن الإنسان الموجود اليوم ليس ابنا لآدم لا 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 الإنسان هو في أصله عائد إلى فصيل حيوانية أدنى شأنا ثم إن هذه الفصيل الحيوانية تطورت وتطورت مع الزمن فاكتسبت هذا الشكل الذي يتمتع به الإنسان اليوم هذا كلام جديد هذه الآية ترد على من على هؤلاء الناس الذين جاءوا اليوم فيناقشون كلام الله ويجعلون أنفسهم شركاء مع الله في الخلق سأعود إلى هذا المثال ذاته فأشرحه بمزيد من البيان إن شاء الله في الحلقة الآتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته